تعطيل للواجبات وإخلال بالمسؤوليات وإهدار للأوقات والطاقات إنه الكسل شعار السلبية وبوابة العجز والتفريط صاحبه عالة بطاة ممحوق البركة مهزوم الإرادة فلا عجب أن يكون من هدي الإسلام الاستعادة منه فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل قال ابن القيم رحمه الله والعجز والكسل قرينان وهما من أسباب الألم لأنهما يستلزمان فوات المحبوب فالعجز يستلزم عدم القدرة والكسل يستلزم عدم إرادته فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتباذها بإدراكه لو حصل وللوقوع في آفة الكسل أسباب ينبغي للعاقل تجنبها منها التسويف واعتياد تأجيل المهام والواجبات التواكل والاعتماد على الآخرين الشبع الدائم للبطن حب الراحة والخمول وإيثار البطالة السهر الطويل بالليل فهو يوجب الكسل بالنهار وللكسل آثار سلبية وخيمة منها ضياع الوقت وإهداره في غير فائدة الخمول عن العبادات والطاعات تقديم غير المهم على المهم عدم الاستعداد للالتزام بشيء والتهرب من كل عمل جدي كثرة النقد لكل عمل إيجابي تنصلا من المشاركة والعمل تخلف الأمة وتفشي الفقر والبطالة وانتشار الجرائم كالسرقة ولله در من قال الجد في الجد والحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة